بعد أن كان من المقرر أن تستمر مشاورات المبعوث الأممي للسوريا ستيفان ديمستورا مع أطراف المعارضة السورية لمدة أقصها خمسة أسابيع بدأت منذ الخامس من أيار الفائت قرر الوسيط الأممي مواصلة مشاوراته شهراً آخر علّه ينجح هذه المرة في التوصل لحل سياسي شامل للأزمة في سوريا أعلن تمديد المشاورات أتى على لسان المتحدثة بسم ديمستورا جيسي شاهين التي أشارت إلى أن المبعوث الأممي ينوي إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون بنتائج هذه العملية مع أطيف مختلفة من المعارضة السورية في الأسابيع المقبلة تسريح شاهين يأتي بعيد تداول تقارير صحفية لدعوة ديمستورا الأسد التنحي عن السلطة لفتح الطريق أمام أي تسوية سياسية في سوريا مطالباً الولايات المتحدة بالضغط عسكرياً باتجاه تحقيق ذلك كون الأخير لا يمكن أن يتم عن طريق الأمم المتحدة وبالتالي فإنه على واشنطن تجاوز مجلس الأمن الذي يعيق العملية السياسية عبر بعض الدول بحسب ديمستورا هذا وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت أن الهدف من المشاورات والتي شارك فيها حتى الآن ممثلون عن النظام والائتلاف الوطني إضافة إلى ممثلين وسفراء للأطراف المدعوة بينها إيران وخبراء وممثلون للمجتمع المدني يكمن بتحديد ما إذا كانت الأطراف كافة مستعدة للانتقال من مرحلة التشاور إلى مفاوضات تستند إلى بيان جونيف 1 الصادر في الثلاثين من حزيران العام 2012